الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله لكم سعادة الدنيا والآخرة بارك الله لكم في جميع أموركم وآتاكم من كل ما سألتموه وغفر الله ذنوبكم وسيئاتكم وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الجمعة ومختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة وقال إذا جاء أحدكم والإمام قد خرج يخطب فليصلي ركعتين قوله هنا جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال له أصليت يا فلان فيه مخاطبة الإمام لبعض المأمومين ليسألهم عما يتعلق بأعمالهم المتصلة بصلاة الجمعة ولذا عنوان البخاري عليه بقوله إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين في الحديث دلالة على أن الأصل في صلوات التطوع أن تكون بركعتين ركعتين كما في قوله قم فصلي فاركع ركعتين وفي هذا دلالة على مشروعية تحية المسجد لمن دخل المسجد وفيه أيضا أن من دخل المسجد والإمام يخطب خطبة الجمعة فإنه يستحب له أن يصلي تحية المسجد وبهذا قال الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك بأن من دخل المسجد والإمام يخطب جلسة لما ورد في الشرع من الأمر باستماع خطبة الجمعة وقالوا عن الأحاديث التي وردت في هذا الباب بأنها أخبار آحاد تخالف القياس أو أنها وردت في مسائل عموم البلوى ولذلك لم يقبلوا بها والصواب أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤجبة القبول وأنه لا يصح أن نعارض الأحاديث النبوية بالأقيسة التي لا يصح أن تقدم على الأحاديث والأخبار وقد استدل بعض الظاهرية بالحديث على وجوب تحية المسجد فإنه قال فصلي قم فصلي ولكن الصواب أنه لا يجب على الإنسان إلا الصلوات الخمس لما ورد في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله ما الواجب علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فدل ذلك على عدم وجوب غيرها ومن ذلك تحية المسجد ومن ثم فإن الصواب أن تحية المسجد من المستحبات المتأكدة وفي هذا دلالة على أن تحية المسجد من ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي الموسع وقوله قم فصلي فيه دلالة على أن القيام جزء من الصلاة نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على أهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في يوم الجمعة دخل أعرابي فقال يا رسول الله قحت المطر واحمرت الشجر وهلكت المواشي وهلك المال والناس وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا يغيثنا فرفع يديه ورفع الناس أيديهم معه يدعون وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فدعا فقال اللهم سقنا اللهم سقنا اللهم سقنا فلم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء وإن السماء كمثل الزجاجة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فهاجت ريح أنشأت سحابا فلما توسطت السماء انتشرت فوالذي نفس بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم أمطرت وأرسلت السماء عزاليها حتى سالت مثاعب المدينة ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فما كدنا أن نصل إلى منازلنا خرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلنا فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى والله ما رأينا الشمس ستا ودخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك الأعربي أو قال غيره فاستقبله قائما فقال يا رسول الله غرقنا تهدم البناء وغرقت المواشي وهلكت الأموال وانقطعت السبل وبشق المسافر ومنع الطريق فادعوا الله لنا أن يصرفه ويمسكها عنا قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام ورؤوس الجبال والآجام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فأقلعت فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت فانقطعت ولقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا فانجابت عن المدينة جياب الثوب وصارت المدينة مثل الجوبة يمطرون ولا يمطر أهل المدينة قطرة وسال الوادي وادقنات شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته قوله أصابت الناس سنة أي عام جاءهم فيه القحت فتوقف المطر وجاع الناس في هذا دلال على أن نقصان الأمطار في سنة من السنوات لا يدل على فساد أهل الزمان أو هوانهم عند الله أو قلة منزلتهم عنده جل وعلا بل الله يقدر من الأوقات المناسبة لنزول الأمطار ما يكون سببا لصلاح الأحوال وفي الحديث من الفوائد أن خطيب الجمعة يخطب وهو قائم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي خطبة الجمعة وهو كذلك وقوله هنا دخل أعرابي يعني المسجد فقال يا رسول الله قحط المطر أي توقف ولم يعد ينزل وحمرت الشجر أي انقلبت ألوانها إلى اللون الأحمر لعدم وجود الماء الذي يرويها وهلكت المواشي أي ماتت وهلك المال والناس وجاع العيال بمعنى أنهم لم يجدوا مأكلا يأكلونه وقوله هنا وانقطعت السبل أي أن الطرق التجارية التي يسافرون عليها توقفت لأن الماء قد انقطع فيخشى الإنسان أن يسافر فيموت من العطش قال هذا العرابي فادعوا الله لنا يبيثنا أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بإنزال الأمطار وفي هذا حكم استشفاع الناس عند الإمام لعلهم يسقون بنزول الأمطار وفي الحديث ذكر صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن الأصل أن الأدعية ترفع فيها الأيدي وأنه يرفع وأن الداعي يرفع يديه إلى الله جل وعلا إلا أنه يستثنى من ذلك ما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيه مثال ذلك الجلسة بين السجدتين يدعى الله فيها ولكنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فقيل بأنه لا يستحب رفع الأيدي حينئذ ومثله في الدعاء الذي يكون بعد التشهد لا يستحب فيه رفع اليدين وهكذا الدعاء الذي ثبت الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدون أن يرفع يديه أما إذا دعى بنزول المطر فإنه يستحب أن يرفع يديك كما في حديث أنس هذا فقوله فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فيه متابعة المأمومين للإمام في رفع الأيدي عند الدعاء قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء يعني أن بقية الأدعية التي تكون في خطبة الجمعة لا يرفع يديه فيها إلا إذا دعى بنزول الأمطار وفي هذا الحديث دلالة على استحباب الدعاء بنزول الأمطار في خطبة الجمعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن الإمام في خطبة الجمعة إذا رفع يديه استحب لمن خلف أن يرفعوا أيديهم وأن يؤمنوا وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد باب قال الاستسقاء أو مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة وأنها لا تنحصر دعاء الاستسقاء في صلاة الاستسقاء وكان الإمام أبو حنيفة يقول بعدم مشروعية صلاة الاستسقاء ويقول يكفي أن يدعو في خطبة الجمعة ولكن ظواهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أصحابه يوما فخرج فصل بهم صلاة الاستسقاء وقوله هنا اللهم اسقنا فيه الدعاء مباشرة بمطلوب الإنسان وفيه تكرار الإنسان لألفاظ الدعاء ولذا قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وفي الحديث من الفوائد جواز أن يدعى بنزول الأمطار في خطبة الجمعة وفي الحديث أن تحويل الريداء واستقبال القبلة في الدعاء إنما يكون فيه صلاة الاستسقاء ما إذا استسقى في صلاة الجمعة فإنه لا يفعل ذلك وفي الحديث تكرار لفظ الدعاء كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم اسقنا وفي الحديث أنه إذا استسقى الناس في خطبة الجمعة فإنهم لا يحولون أرديتهم ولا يستقبلون القبلة وفي الحديث كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل وعلا فإن السماء كانت مصحية ولا سحاب فيها فلما دعى بنزول المطر كون الله جل وعلا السحابة وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الله جل وعلا قد يجعل الحوادث العظيمة من أسباب يسيرة كما جعل هذه السحابة العظيمة تنشى من سحاب صغير وفي الحديث استحباب أن تكون خطبة الجمعة بعد انتصاف النهار وفي الحديث فضل الله على الناس بإنزال الأمطار عليهم وقوله أرسلت السماء وعزالية يعني أن أفواه القرب فتيحت فأصبحت تلقي ما فيها على الأرض قال حتى سالت مثاعب المدينة المثعاب وهو آلة توضع في سطح البناء لتصريف مياه الأمطار التي تقع على ذلك البناء وفي الحديث أيضا جواز سير الإنسان في المكان الذي فيه مياه مرتفع إذا لم يجد غيره وقوله هنا مطرنا ستا في بعض الألفاظ سبعا يعني أسبوعا كاملا يعني أسبوعا كاملا وقوله هنا ودخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة فيه استمرار الإنسان في خطب الجمعة في مسجده وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا تتابع نزول الأمطار وخشي من الهلاك بسببها فلا بأس أن يدعو الإنسان بتوقف المطر سواء كان في صلاته كما في هذا الحديث أو في غيره قال وفي هذا الحديث من الفوائد أن نعم الله لها مقادير فلو زادت عن مقاديرها لعادت بأسوأ منها ولو أنقص الإنسان من هذه المقادير لم يحصل تمام المقصود الشرعي وفي الحديث أيضا من الفوائد الثناء على الله عز وجل بإنزال الأمطار وفيه أنه إذا كثرت الأمطار وخشي الهلاك استحب للناس أن يخرجوا من مكان الأمطار لأن لا تؤذيهم وفي الحديث مشروعية أن يدعو الإنسان بإيقاف الأمطار وقوله اللهم حوالينا أي بجوارنا في الجهات التي نحن فيها ولا علينا يعني لا يجعل هذا منطلقا نحونا فيكون سببا من أسباب لحوق الظر بناء وقوله في هذا الحديث تهدم البناء أي تساقط وغرقت المواشي أي كثر الماء عليها حتى ماتت وهلكت الأموال يعني مثل أموال الرجل السابق من البهيمة الأنعام وغيرها قوله وانقطعت السبل السبل الطرق وانقطاعها توقف المسافرين عن السير فيها وبشق المسافر يعني أنه يضعف عن إكمال سفره ويعجز عنه ومنع الطريق أي لا نتمكن الانتقال إما بسبب الأمطار أو بغير ذلك ولذا دعوا الله عز وجل فقالوا له ادعوا الله لنا أن يصرفه يعني هذا السحاب وأن يمسكها عن أن يتوقف المطر وفيه تقرير للقاعدة أن ما زاد عن حده انقلب إلى ضده وفي هذا الحديث عجب الإنسان من الأمور التي تخرج عن المألوف وفي هذا الحديث أيضا استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بتوقف الأمطار قوله اللهم يعني يا الله حوالينا يعني في الجهات التي نحن فيها يكون ما يرعى من بهيمة الأنعام ولا علينا أي لا تجتمع هذه الحيوانات تريد بنا شرا وسوءا وقوله اللهم على الآكام ورؤوس الجبال الآكام مثل التلال والجبال المراد بها المرتفع من الأرض الذي يبلغ شاوا بعيدا وقال ورؤوس الجبال والآجام والضراب وبطون الأودية فهذه مواطن تستفيد بنزول المياه عليها قال فأقلعت أي توقفت عن المطر ثم ابتعدت السفينة عن أهل البلد فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت يعني إذا أشار إلى جهة تفرق السحاب وخرجت السماء فانقطعت يقول ولقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمال يعني أنه يتفرق في الجهات فانجابت عن المدينة أي انسحبت عنها الحيات وقال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب يعني أن السحاب ابتعدت عن سقف المدينة انجياب يعني انفتاح الثوب انه اذا فتح الثوب كان يتتفرق اجزاؤه قال وصارت المدينة مثل الجوبة يعني الشيء الدائري ففوقهم لا سحاب فيه وما حولهم من المناطق فيها سحاب يمطرون يمطرون ولا يمطر أهل المدينة قطر أي يمطر من كان فيه خارج المدينة قال وسال الوادي وادي قناة شهرا أي أنه استمر سيله يجري لمدة شهر كامل قال يمطرون يعني أن الناس تنزل عليهم الأمطار ولا يمطرون أي لا يطلب لهم نزول المطر عليهم قال وصارت المدينة مثل الجوبة يمطرون ولا يمطر أهل المدينة قطرة وسال الوادي المدينة في أطرافها أودية منها هذا الوادي الذي يقال له قناة والميقات في هذا الوادي قال ولم يجي أي لم يأتنا أحد من آل ناحية أي من أي جهة ومن أي أصباط يتبعهم إلا حدث بالجود يعني أنه يخبر بتتابع نزول الأمطار وسيلاني الأودية يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم حيث استجاب دعاءه وإعانت دعوته أن يعين على ما يدعو الله عز وجل به بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر